السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم راح اتكلم لكم عن تسريبات عن أسعار الايفون قبل ثلاثة شهور تقريبا تسويت لكم فيديو عن تسريبات أسعار لحق الايفون وكانت قلنا تكلمنا بيبدأ من خمسمائة دولار يلين ألف وشوى ألف وثلاثمائة وفربعمائة الآن اختلفت الحسبة ليش وتكلمت لكم قبل شهر اختلت الحسبة بعدما قبل طلعت شركة بي وي عندها بتصنع لحق شاشات الايفون الرخيص ليش قبل راح تلحق بي وي البداية وتكلمت لكم سامري هنا بي وي راحت لها تصنع اولد لحق الجوات الخيصة لنا أرخص فأتي بتسوي جهاز رخيص لازم تشوف شركة تصنع لها عتاد رخيص مش بس قبل حتى سامسونج سامسونج هي مشهورة لحق الاولد برضو سامسونج راح تلحق شركة بي وي لكن لأسف قبل وسامسونج وقفوا قلو ما نبي منك هين ليش لانا الكواليتي مش لاشياء اليابونها لا قبل ولا سامسونج فسامسونج اناك بتسوي لحق الجالكسي الـ 21 شي سنة الجاية بتسوي الفئة الرخيصة من بي وي والفئة العالية من هين لكن لأسف الكواليتي ما كان على الحسبانة وما كان على تطلعات حق الشركتين فأبل رجعت لحق اولوجي وسامسونج أبل تغريبا راح ترجع لحق بي وي لكن في المستقبل ان تشوف لي ان بي وي بسوي كواليتي حقك ممتاز بعد ان راح نرجع لك مرة ثانية المهم فالان اسعار الايفون كانت تسريبات ثانية تغيرت الى الان كاعتبر تسريبات فالت تأكدون 100% نقدر نقول 70-80% هذا الاسعار يمكن الاسعار قبل الشهرين اللي تكلمنا عنها تكون هي الحقيقية ويمكن هذه تكون الحقيقية المهم لحين التسريبات الجديدة الايفون 12 اللي هو 5.4 هذا اذا سويتها برضو ابل الاسعار الايفون الرخيص راح يكون قيمتها ب700 دولار او 690 دولار لحق 64 جيجا و 749 دولار لحق 128 جيجا و 849 دولار لحق 256 جيجا هذا الاسعار الايفون الرخيص اعتبر تسعار حلو يعني الجهاز على الـ A14 شركات ثانية ارخص اجهزة عندهم كلب 900 يعني وانا بلاص ب900 وشوي سامسونج بألف وتسع مية وشوي فاعتبر جوال ممتاز يعني الشركات كلها الايفون 12 ما في شي يعني ما تقدر تقول انه جهاز رخيص او جهاز موش فلاكشب لا جهاز ممتاز بس ناكسة كاميرا واحدة وكي رزولوشن اقل لكن كمواصبات كاعتاد داخلي ممتاز يعني نفس نفس الايفون 12 وبرو بيكون كمعالج قوي انتقيس الجهاز على المعالج على الشبكة على الوايرلس على الاشياء اللي بيسويها اهم شنا معالج معالج فلاكشب A14 خلاص اعتبر ممتاز فجهاز حلوب ونشوف الـ A12 ماكس راح يكون على 64 جيجا ب799 هذا الجهاز توقع ذلك المبيع كثير وعلى 128 جيجا ب849 وعلى 256 جيجا راح يكون ب949 جهاز جبار برضو جهاز اوكي وصل حق الجهاز الثانية لكن عندك خيار ثاني الايفون 12 موش الايفون 12 ماكس في خيار ارخص مهم انه اسعار حلوى الايفون 12 برو هذا الجهاز الصغير لبرو ما راح يكون على الكلام انه ما راح يكون فيه 64 جيجا راح يبدأ من 120 جيجا على 1049 دولار و 256 جيجا على 1149 دولار و 512 توقع 1349 دولار مادر فيها اشخاص بيشترون 512 لكن اذكر واحد من الشباب يشتري السلام عليكم بسعود وفيه برضو الايفون 12 برو ماكس الجهاز اللي راح يكون اكبر من الجهاز اللي موجود عندنا معنا الجهاز اللي موجود الحين الايفون 11 برو اوكي شاشته كبيرة لكن الجريدة راح يكون 6.7 اكبر برضو راح يكون على سعر الجهاز على 129 جيجا ب1149 يبدأ 256 جيجا ب1249 512 ب1449 اوكي 512 ب1449 كأنه مثل جالكسي اس 20 ألترا نفس الحركة لكن ذاك يبدأ من 1449 انا عارف في السوق راح يكون سعر ارخص لكن هذا السعر الرسمي حق الشركة ابل الله تنتهي ب1449 دولار اسعار بالدولار طبعا هل اسعار هذه حقيقية او الاسعار اللي قبل حقيقية او اسعار لهم اكبر تسريبات فقلت ابي قوله لكم ما في شي طلعته من جيبي اوكي تسريبات وموجوده في الانترنت راح ابحث في الانترنت راح تحصل كل التسريبات اللي قتلكم عنها فنهاية الايفون 12 ننتظر هل راح يحطون 120 هرتز او لا رفرش لحق الشاشة اتكلمت عندكم عنهم من قبل وانا قلت راح يحطونه وطلعت في الاكواد لحق الاي او اس 14 لكن تضح في النهاية يقولك الجروب لحق السوفتوير عند ابل يقولك جاهزة لكن الجروب لحق الهاردوير يقولك لا مش جاهزة اوكي نشوف قدام شي سواء لماذا الهاردوير لان يبوي يحطون قطعة في الشاشة ابل ما تبتحط لك شي وبس السوفتوير يقدر تشقل اي شيء على 120 هرتز لكن صرفيه بطارية او الاشياء اذي فابل تبتحط قطعة ناسب لحق الاشياء عشان تقلل استهلاك البطارية فنشوف قدامه او ال اي 14 قد يقلل استهلاك او ال اي 14 يقولك ان راح يعطيك امبروف تحسين لحق البطارية مغارنة بال ايفون 11 الى الايفونات 12 30% المعالج اللي في الايفون 12 راح يكون 30% ما ياخد بطارية نفسه هو او ال او ردي هنا ممتاز فتخيل 30% يعطيك زيادة قبل وتحطها لك بتحط لك 5G اللي يقولك ال ايفون 12 راح يكون مثلا فيه سب 6 الايفون 12 برو يمكن سب 6 اللي هو ال 5G والمليمتر ويف راح تكلم لكم فيديو ثاني طبعا الفيديو هذا في نفس الوقت احين اللي بتشوفنا في توقيت سعودي تقريبا 8 ونص بكرة راح تشوف لكم الايفنت او مؤتمرت قبل متابل راح تنزل الايفون والساعة قبل والايباد فسووا واشتراك في الغناه وشغله وما دلوين نحط الجرس تحت لكي نشوف لكم فيديو مهمنا بكرة في نفس الوقت راح ينزل لكم فيديو اللي حق تارث قبل القادمة اوكي كنهاية هاد الايفونات ايفون 12 اذا قبل سوتهم اثنين وايفون 12 برو اذا سوتهم ابل اثنين طبعا ايفون 12 برو مية في المية راح يكون اثنين هاد اربع ايفونات برضو في ايفون خامس لكن ايفون خامس سنة الجاية اول ربع يمكن في مارج 2021 ابرح تنزل ايفون بعضهم يقول لك ايفون 12 E ما ادري بس مهمنا توقعنا ان الايفون اللي هو راح يكون الايفون SE بلص فجهاز كبير حجمة جهاز راح يكون فيه نوتش يمكن يمكن بدون نوتش كاميرا واحدة البصمة تحت الشاشة يمكن معالج ال A14 ولا ال A13 ما ندري لكن يقول لك الجهاز هذا راح يكون قيمته اربع مية وخمسينة دولار وراح يكون ما فيه 5G فهل بتنزل فيه معالج ال A14 لكن بتشول بتشول بتشيل الانتانا او المودم لحق Qualcomm من عشان تنرخص سعره ولا لا اما ندري فنشوف قدام بان الاسعار حلوة كده ابو لازم تشوف تحارب حق السعر لان الكل يعرف ان المعالجات الغادمة معالجات السن الجاية خصلا من Qualcomm والSnapdragon راح ترتفع خصلا لحق Flagship ترتفع على الشركات الثانية Samsung Oneplus شركات الثانية كلها تقريبا من 120 ل 140 دولار زيادة فالشركات الثانية راح تشوف لها حل لازم تشيل شيء من العلبة مثل ما ابل بتسوي مثلا الشاحن مش لازم انه تغلل سعر الجهاز لكن ما تزيده مئة ومئتين تزيده مثلا خمسين وستين بس وانتلاك الخيار تبي بكل شيء ادفع ستين دولار زيادة واشتر كل شيء معه يعني مثلا الشاحن وغيره او انه خلا نفس السعره بالنسب لي حركة هلوة انه مثلا الجهاز بقيمتها الاصل مثلا بلفو مية مع الشاحن وكل شيء مثلا قلتك الشركة وابول قلتلك تبي تشتري بألف بألف وخمسين بدون الشاحن وكل شيء بقول بشتري بدون الشاحن وكل شيء يعطيك خيار انك يعني تنزل السعر او ان مثلا مثلا بدل ما ترفع بألف ومية وخمسين تخلي مثلا بألف ومية مثلا يعني فنشوف قدام الشركات الثانية في الاندرويد توقع انه او مبيعات القوية حين رح تطلع في الاندرويد لحق الاجهزة معالجاتها رخيصة معالجات مش الفلاكشب الغالية ارخص فلاكشب كلها بألف ألف وشوي وان رحتها كان الجهازك هو الواحد بمئتين دولار رح نشوف تسعمية بألف فقبل جالسة تحارب على سبعمية مع معالج فلاكشب بدل يسويها حين في ذلك الوقت يعني غير ان اتكلمك عن الشركات الكبيرة يعني فبس فابنائة الفيديو تنسون الاشتراك في الغناة طبعا الوقت حين ونتمشاتكم من الفيديو هذا اذا بدكم تشوفون ان انا صور هنا في امريكا اتمشي يعني هنا وكذا اصور عن اشياء ونتكلم عن اشياء اغنية في حسابي في سناب شات تشاركوا بيضاءاتكم ووقت مشاهدةكم من هذا الفيديو انا اترى مسافر فتقدرون تشوفون سناباتي هناك في السفرة وعمل لك المقطع وان اشار المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني مغضل دعاكم والسلام عليكم